طلاب العلم في كل مكان طلاب الصفة السادس الابتدائي السلام عليكم و اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم حلقة مؤيزة لان احنا هنبدأ النهاردة مع بعض نحل التقييمات الاسبوعية ومعادنا مع التقييم الاسبوعي الاول وعايزين قبل ما نبدأ نتفعل على الفيديو من خلال ان احنا نضغط على رمزة عجابة اللي موجود اسفل الفيديو علشان يوصل كل زملائنا وكلهم يستفيدوا طبعا من العام الماضي احنا عارفين ان التقييم الاسبوع بيكون 3 مجموعات مجموعة بيكون لها تقييم خاص بيها من زملائنا في الفصل هنبدأ مع تقييم المجموعة الاولى وهنشوف الاختبار الخاص بيهم او التقييم الاول الخاص بيهم اول سؤال عندي بيقول لي اكمل خلايا نعط اصغر من الخلايا النباتية والحيوانية يترى مين من الكائنات الحية؟ الخلايا والكلمة خلية هي وحدة بناء الكائن الحي لانها اصغر شي بيكون مبوت في جسم الكائن الحي نوع من الكائنات الحية الخلايا الخاصة بيه بتكون اصغر من خلايا النبات ومن خلايا الحيوان هي الخلايا البكترية يبقى في النقط هنكتب خلايا البكترية السؤال التاني اكتب ما تدل عليه العبارة يعني انا عندي تعريف والمفروض اكتب التعريف ده خاص به غشاء يسمح للماء بالدخول والخروج من وإلى الخلية طبعا الخلية علشان تستمر في النمو وتقوم بوظائفها الحيوية المختلفة بتحتاج للماء فعندها بوابة بتنظم دخول وخروج الماء منها وإليها زي البوابة الخاصة بالمدينة بتسمح بدخول الناس وخروجها من وإلى المدينة الغشاء ده أو البوابة اللي احنا شبناه بوابة المدينة هنسميه الغشاء الخلوي أو غشاء الخلية السؤال ثلاثة بيقول لعلل يعني فتصر للعبارة التالية تحتاج الخلية إلى طاقة على شكل غزاء وأكسجين ليه الخلية اللي موجودة بجسم الكائنة الحية بتحتاج إلى الطاقة والطاقة دي بتكون في شكل عناصر غزائية وفي شكل غاز الأكسجين هنقول علشان خاطر تقوم بوظائفها الحيوية المختلفة زي إنها تنتج الطاقة وزي إنها تتكاسر وزي إنها يحصل فيها عملية تنفس وإخراج كل دي بقول عليها وظائف حيوية يبقى إجابة ممكن أكتبها منسقة ومختصرة هقول حتى تكون بالوظائف الحيوية أما السؤال الرابع بيقول لماذا يحدث إذا دخل الكثير من الماء إلى الخلية طبعا إحنا عرفنا من شوية إن الخلية عندها غشاء بيسمح بدخول وخروج الماء إيه اللي هيحصل لو كمية كبيرة من الماء دخلت الخلية هتبدأ الخلية حجمها يزيد هيحصل فيها انتفاخ وبالتالي هتبدأ بعد كده ممكن تنفجر يبقى هقوله في حال الدخول الكثير من الماء إلى الخلية سوف يزداد حجم الخلية ويؤدي إلى انفجارها السؤال الرقم 5 بيقول صوب العبارة التالية العبارة دي فيها بعض الكلمات خطأ عايزين نكتب تصحيح للكلمات الخطأ دي الخلايا تركيب بسيطة لا يمكنها القيام بكافة الأنشطة التي تبقى الكائن حيا وظيفة الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي بتقوم بعمليات حيوية أو وظائف حيوية علشان الكائن يستمر في البقاء على قيد الحياة ويحصل له نمو يبقى الخطأ عندي موجود في العبارة في كلمة بسيطة لا يمكنها القيام بكافة الأنشطة تركيب الخلية بتحتوي على عضيات كثيرة وكل عضية لها دور معين يبقى هقول له الخلايا دي تركيب معقدة يمكنها القيام بكافة الأنشطة التي تبقى الكائن حيا تعالي دلوقات نشوف المجموعة التانية ونشوف الاختبار التاني الخاص بهم أول سؤال بيقول لي أكمل تحتوي بيضة الطائر على عدد نوعات خلية طبعا الكائنات الحية عدد الخلايا فيها بيختلف من كائن إلى آخر فيه كائنات حية زي الطائر البيضة الخاصة بالطائر بتحتوي على خلية واحدة ولذلك بقول عليها أنها كائن وحيد الخلية وفيه كائنات تانية أجسمها بتحتوي على عدد كبير جدا من الخلايا وبسميها كائنات عديدة الخلايا يبقى في النقطة هنكتب أن بيضة الطائر بتحتوي على عدد واحد خلية السؤال التاني أكتب ما تدل عليه العبارة واحدة بناء الحياة على الأرض هقوله هي الخلية تلاتة علل الخلايا قادرة على الحفاظ على توازن الماء بداخلها يعني الخلية عندها القدرة أن تخلي نسبة الماء اللي بداخلها متوازنة وما يحصلش فيها زيادة أو نقص إيه السبب في كده؟ لأن عندها بوابة تتحكم في دخول وخروج الماء وهي غشاء الخلية يبقى هنسق إجابتي وأقول لوجود غشاء الخلية الذي يتحكم في دخول وخروج الماء من وإلى الخلية أما السؤال الرابعة بيقول لماذا يحدث إذا لم يتم اختراع المايكروسكوب إيه اللي كان هيحصل؟ لو العلماء مقدروش يتوصلوا إلى أنهم يخترعوا المايكروسكوب وفيدتوا المايكروسكوب مكننا من رؤية تراكيب الخلية الصغيرة جدا وكمان مكننا من رؤية الخلية نفسها وقدرنا ندرسها ونعرف معلومات عنها كتيرة لو ما كانش موجود المايكروسكوب كنا سوف لا نستطيع اكتشاف الخلية أيضا كنا سوف لا نستطيع معرفة تراكيب الخلية يبقى هنسق الإجابة مختصرة ومنسقة وهنقول عدم اكتشاف الخلية ومعرفة تراكيبها أما سؤال رقم خمسة بيقول صوي بالعبارة التالية كل الخلية في الكائن الحي متطابقة يعني متشابهة بتؤدي نفس الوظيفة هقول له كل الخلية اللي موجودة بجسمنا أو جسم الكائنات الحي عموما بتكون مختلفة وليست متطابقة لأن كل خلية لها وظيفة معينة وبتؤدي لوظيفة مختلفة عن الأخرى يبقى تصويب العبارة هنقول ليست كل الخلية في الكائن الحي متطابقة تعالوا دلوقتي نشوف أسرة المجموعة الثالثة ونشوف الاختبار الثالث الخاص بيهم أول سؤال أكمل تنمو الكائنات الحية وتتكاسر من خلال زيادة نقط خلاياها زي ما احنا عرفنا في الدرس أن الطفل الصغير عدد الخلايا اللي موجودة بجسمه بتكون أقل من الشاب الكبير لأن الإنسان كل ما بينمو يكبر في العمر عدد الخلايا اللي موجودة بجسمه بتزيد يبقى هنا هنكمل العبارة ونقول تنمو الكائنات الحية وتتكاسر من خلال زيادة عدد خلاياها السؤال الثاني أكتب ما تدل عليه العبارة وحدة بناء الكائنات الحية هقول له هي الخلية السؤال الثالثة بيقول لي علل يستخدم المايكروسكوب لرؤية الخلايا إيه السبب اللي خلانا نستخدم المايكروسكوب علشان نشوف مكونات الخلية هقول له لأن حجم معظم خلايا الكائنات الحية صغير جدا لا يمكن رؤيته بالعين المجردة العين المجردة هي عين الإنسان العادي السؤال رقم 4 بيقول لي ماذا يحدث إذا لم يكن هناك غشاء للخلية طبعا وظيفة غشاء الخلية هي التحكم في دخول وخروج الماء من وإلى الخلية لو ما كانش عندي غشاء موجود في الخلية اللي هو الغشاء الخلوي يبقى في الحالة دي سوف يحدث عدم تحكم في نسبة الماء الداخل والخارج من وإلى الخلية وبالتالي الخلية هتتعرض للخطر لو زادت كمية الميا أو قلت عن النسبة اللي محتجاها الخلية السؤال رقم 5 بيقول لي صوب العبارة التالية تتكون كل الكائنات الحية من أكثر من خلية واحدة طبعا الخطأ اللي موجود في العبارة إنه هنا بيقول لي كل الكائنات هنصوب الخطأ ونقول له معظم الكائنات الحية بتتكون من أكثر من خلية لأنه عندي كائنات وحيدة الخلية زي خلية البكتيريا وبكده نكون شوفنا مع بعض حل التقييم الأسبوع الأول التالت نمازج للاختبار الأول والتاني والتالت ودلوقت هنشوف مع بعض حل الأداء المنزلي أو الواجب المنزلي للأسبوع الأول وهذكركم مرة تانية بالتفاعل من خلال الضغط على الرمز عجبني علشان ده بيساعد الفيديو أن يوصل لغيرك وكلنا نستفاد وأول سؤال عندنا من أسالة الواجب بيقول لي إشرح وظيفة الخلية كوحدة بناء للكائن الحي إيه الدور أو المهمة اللي بتعملها الخلية كوحدة لبناء جسم الكائن الحي هقول له إن الخلية تقوم بأداء الوظائف الحيوية المختلفة والوظائف أو المهمات دي زي عملية النمو والتنفس والتغذية والتكاثر والإخراج أما السؤال الثاني بيقول لي اكتب ما تدل عليه العبارة كائنات تتميز باحتوائها على خلية واحدة الكائنات اللي عندها خلية واحدة بقول عليها كائنات وحيدة الخلية أما السؤال الثالث عندي بيقول لي حدد من العبارات التالية ما يصف خصائص وسمات الخلية فيها عبارات بتدل على الصفات اللي موجودة في الخلية لو الصفة دي موجودة في الخلية يبقى هنكتب قدام العبارة صح ولو الصفة مش موجودة في الخلية هنكتب قدام العبارة خطأ أول عبارة عندي بيقول لي كل الخلايا في الكائنات الحية متماسلة تماما كل الخلايا اللي موجودة في أجسام الكائنات الحية متشابهة زي بعض هقول له العبارة دي خطأ لأن الخلايا في الكائنات الحية بتكون مختلفة العبارة التانية كل الكائنات الحية تكون متكونة من عدة خلايا هقول له العبارة دي خطأ لأن في الكائنات الحية جسمها عبارة عن خلية واحدة وبقول عليها وحيدة الخلية وفيه كائنات تانية بتتكون من عدد كبير من الخلايا وبنسميها عديدة الخلايا لكل خلية نواة في المركز هقول للعبارة خطأ لأن فيه بعض الخلايا لا تحتوي على نواب داخلها زي الخلايا البكتيرية يوجد غشاء للخلية في كل أنواع الخلايا هقول للعبارة صحيحة وبتصف صفات الخلية أو خصائص الخلية لأن غشاء الخلية وجوده بيعمل على التحكم في دخول الماء والعناصر الغذائية من وإلى الخلية السؤال اللي بعده رقم 4 بيقول لي اشرح احتياجات الخلية حتى تكتسب الطاقة طبعا الخلية علشان تؤدي وظائفها المختلفة محتاجة للطاقة ايه الطاقة دي هتحصل عليها ازاي؟ فبقول له علشان تحصل الخلية على الطاقة بتحتاج الغذاء وتحتاج الأكسجين والماء يبقى ليجابي مرة تانية أن الخلية علشان تكتسب الطاقة بتحصل على الطاقة من خلال حصولها على الغذاء والأكسجين والماء أما السؤال رقم 5 بيقول لي علل أو فسر للعبارة التالية أن الماء ضروري للخلية وجود الماء داخل الخلية ده مهم جدا لحياة الخلية ايه السابق كده؟ هقول له لأنه يمكن الخلية من أداء وظائفها الحيوية المختلفة وأيضا يساعد على نقل العناصر الغذائية من وإلى الخلية وكده أصدقاء العزيزين يكونوا صنة لنهاية حل التقييم الأسبوع الأول وكمان أسئلة الأداء المنزلي للأسبوع الأول فضلا بنتمنى التفاعل على الفيديو من خلال الضغط على الرمز العجبني علشان تبساعد الفيديو أن يوصل لكل زملائنا وكلهم يستفيدوا كمان تقدر تشارك الفيديو مباشرة معهم لو استخدمت رمز المشاركة أما لو كنت أول مرة تشوفنا وحبيت أنك تنضم لأسرتنا علشان تشاهد حلول التقييمات الأسبوعية القادمة والشروح للدروس المقررة على صف السادس للفديو في مادة العلوم بنسعد باشتراكك من خلال ضغطك على كلمة سابسكرايب أو كلمة اشتراك الموجودة أسفل الفيديو أيضا على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وحتى ذلك الموعد تقبل وأطيب تحياتي لكم جميعا وأصدقوا منياتي القلبية لكم بالنجاح والتفوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته